عشان كده بعد شوية هيجيلك في خروج زيزو يعني وتأثيرو بس من النقطة دي هروح لك لنقطة مهمة جدا الزمالك عنده عبدالله السعيد ليه عبدالله السعيد النهاردة مش اقول ان هو ما كانش جيد بس لسه ما جابش عبدالله السعيد يعني اقل من المتوقع من اللي عبدالله السعيد بيقدمه طيب انا بشوف ان عبدالله السعيد طول ما هو بعيد عن مناطق الجزاء انت مش هتاخد من عبدالله السعيد عبدالله السعيد اللي احنا عارفين أما نيجي نبص على الخريطة الحرارية بتاعة عبدالله سعيد هتكتشف أن عبدالله سعيد معظم تمركزاته أو معظم الوقت اللي هو بيلعب فيه في نادي الزمالك من ساعة من أول مبارات الإسماعيلي الراجل بيقوم بدور أنه هو العيب رقم 6 اللي بيقوم بدور خروج الكرة من تحت قدام الاتنازي انترباك زي ما أنت شايف هنا عبدالله سعيد كله النادي الزمالك بيهجم في العدة الفاضية اللي كلها خاضرة دي عبدالله سعيد هتلاقي كل التماكن التواجد بتاعه دايما في نص الملعب الدفاعي ليه علشان عبدالله سعيد هو اللي بينزل ياخده الكرة من تحت عشان يلاعب نادي الزمالك طب إزاي بقى مارسل كولر خنق عبدالله سعيد وما كانش ليه تواجد عبدالله سعيد وفي الخطورة بتاعته تعال نشوف نتفرج بالحالات اللي حصل من مارسل كولر عامل ايه مع عبدالله سعيد ببساطة شديدة زي ما أنت هتشوف كده في اللقطة هتلاقي إن عمر السلية من أول المباراة واقف مع عبدالله سعيد زي خياله ما بيسيبوش في أي حت دايما أنت شاف نص الملعب عبدالله سعيد نادي الزمالك بيحاول يحضر دونجا مقفول علينا زمالك مش عارف يطلع عبدالله سعيد هيلعب الكرة العالية نروح للكرة اللي بعدها نفس الكلام عبدالله سعيد واقف هنا كهرباء هيحاول إنه يضغط نين سترباك عبدالله سعيد وعمر السلية سايب كل حاجة عمر السلية في الملعب وما بيروحش غير مع عبدالله سعيد في أي حت فنادي الزمالك يوم كل حاجة. ومرجع تاني مع عبدالله السعيد. برغم ده كان فيه خطورة عن نادي الاهل بسبب القصة دي. هنا بقى الخطورة. آه فينا لحظة بقى. آه فينا لحظة. هنا لما عبدالله السعيد شد معه عمر السلية وطلعه برة نص ملعب النادي الاهل تفضل. نكمل بقى الكرة. أوليك الخطورة ايه لما عمر السلية. بذبت. بذبت. كده. انت بتسيب ندفت لوحده. نكمل الكرة على طول. اول ما انت هتشوف عبدالله السعيد اول مع عمر السلية هياخد معا كرة نكمل الفريم هتلاقي كرة تلعبت على طول برضو عالية النادي الزمالك مش لاقي حلول حالة بقى اللي جاية هتوريك ان تبص نفس الكلام هنا بص عمر السلية فين هتلاقي بص عبدالله سعيد هنا مرضي عبدالله سعيد زي برضو مفيش حد ينزل يلاعب عبدالله سعيد ووصل له الكرة نكمل الفريم زي نكمل الصورة زي ما احنا برضو عمر السلية مش سايب عبدالله سعيد هنا دونجا هيحاول ياخد الكرة بص بقى هنا. اول ما عبدالله السعيد هيلعب الباص. بص عمر السلية. هيبص مرة واحدة. فين عبدالله? اما راح لعبدالله. بص بقى الله حصل. اما النادي الزمالك اتحول عشان نص ملعب فاضي بتاع النادي العلي. فكان فيها ريزك كبير جدا. بس في نفس الوقت ان انت ازاي قتلت دور عبدالله السعيد في خروج نفس الكرة هنا برضو الخطورة اليابك. عايببص عمر السلية. ستب نص ملعب خالص. واقف مع عبدالله السعيد. مش هيسيب عبدالله السعيد ولكن دي اللي النادي الزمالي كان بيلعب عليها ان انت مسك عبدالله سعيد حاول اطلع على الاطراف وحاول اطلع من عمق الملعب اللي فاضي بص بقى مين اللي نزل في نص الملعب زيزو ليه عشان عمر السلاية سايب العمق وكله النيد بدل واحده وعرامي ربيع طلع من مكانه وامرها عند يوسف وباما الكرة تحولت هجمة لنادي الزمالي وكانت هجمة خطرة جدا فهو كان فيه ريسك انت قدرت ان انت تقفل على عبدالله سعيد بس في نفس الوقت انت لعبت بريسك كبير ان انت سبت نص الملعب بتاع النادي الزمالي فاضي عشان كده كان نادي زمالي بيقدر يطلع بالكرة في بعض الاحيان في الشوط الاول